اهلا بكم من جديد في قناتكم كينج اوف دا كارتس ودلوقتي هنتكلم على البرج السادس اللي هو برج العزراء برج العزراء يبتدي ابتداء من 23 اغسطس حتى 23 سبتمبر العلامة بتاعته الارض اللي هو برج الترابي يميل الى التراب الحاكم بتاعه الزئبق اليوم الاربعاء الرقم المفضل بتاعه هو رقم خمسة الاشخاص الذين ولدوا في اواخر اغسطس وسبتمبر لا ينتمون الى الرومانسية وحالمين العظماء انهم اشخاص يحاولون ابقاء كل شيء في الحياة منظما وواضحا الكوكب الحاكم لهذه العلامة الجوزاء هو كوكب عطارد ولذلك فانهم يعتمدون في المقام الاول على سببهم يصل برج العزراء دائما الى ما يمكن تحقيقه انهم يحبون السلامة والامانة يعتمدون في المقام الاول على سببهم يصل برج العزراء دائما الى ما يمكنه تحقيقه انهم يحبون السلامة والامان ولا يطاردون احلاما ومثلا غير واقعية انهم يخططون لحياتهم بشكل مثالي ويمكن ان يصبحوا مهوسين بها بفضل الاكتهاد والمهارة والدقة والعمل الجاد عادة ما يحققون اهدافهم عادة لا تترك برمجياتهم الدقيقة للحياة مجالا كبيرا للمتعة او الكسل او حتى لما هو غير متوقع مجالا كبيرا للمتعة او الكسل او حتى لما هو غير متوقع يحاول مولود برج العزراء ابقاء حياتهم بين ايديهم بقوة انهم يحبون ادلة التعليمات ومختلف الادلة النفسية الشعبية حيث يبحثون عن وصفات حول كيفية التصرف كما انهم مهتمون ايضا بالاتجاهات الفلسفية والدينية والاختصاصات غير التقليدية مثل علم التنجيم يبحثون فيها عن ضمانات ويبحثون عن تأكيد بان كل شيء له ترتيبه ومبادرته يتوقع مولود برج العزراء الى المعرفة وعادة ما يكتسبون معرفة واسعة وينبع هذا ايضا من ميولهم الى تعليم من حولهم باستمرار وازهار انهم يعرفون كل شيء بشكل افضل الميزات الايجابية لبرج العزراء طرق خفية مصداقية تناسق التطبيق العملي العقل المنهجي نقاط ضعف برج العزراء تسيطر على عواطفها لا يظهر نقاط ضعفه ابدا انه واقعي فهو يصل دائما الى ما يمكن تحقيقه ويتوقع نتائج سلبية الشخص المولود تحت برج العزراء لا ينفق دون داعي انها اقتصادية يرشد يميل الى الشعور بانه يعرف كل شيء بشكل افضل لديه ميل للنقض والقيل والقال انه يفهم ان الحياة عمل تجاري يختار شركه حسب حالته حسب حالته حسابه البنكي انه مسيء لا يغفر فهو غارج فيه التفاصيل الدافع الرئيسي الكمال الكمال الروحاني لهذا البرج هنتكلم عن الرجل برج العزراء رجل برج العزراء المولدون تحت علامة برج العزراء ليسوا مغريين وعشاق عظمين لا لا عظماء انهم يحمون مشاعرهم وتحكمون فيها تماما وغالبا ما يبدو ذلك باردا انهم وقعون وقعيون للغاية بحيث لا يسمحون لعاطفة عشوائية بالسيطرة عليهم يختارون شركهم بعناية اذا امتثلت المرأة لمتطالباتهم الصعبة فسوف تحصل على شريك متفاني ومتفائي تحصل يختارون شركهم بعناية بحيث لا يسمحون لعاطفة عشوائية بالسيطرة عليهم يختارون شريكهم بعناية اذا امتثلت المرأة لمتطالباتهم الصعبة فسوف تحصل على شريك متفاني سيكون دائما على استعداد للمساعدة وسيكون مخلصا بالاضافة الى ذلك سوف يعتني بنفسه دائما وسيحافظ على مظهره الجذاب لفترة طويلة ومع ذلك سيتعين على المرأة ان تعتاد على تفانيه المطلق في العمل وقراهية الذهاب في اجازة والاقتصاد والنظام والنغض اللازع في بعض الاحيانة بالنسبة لمرأة لسيدة المرأة في برج العزراء عادة ما تكون النساء المولودات تحت برج العزراء ساحرات وحساسات لكنهم يتمحكون لكنهم يتحكمون في مشاعرهم ويحمينها ويحمينها للوهلة الاولى يمكنهم يمكن ان يبدوا منعزلا وحتى باردا انهم واقعون وزكيون للغاية يخططون لحياتهم وعادة ما يختارون رجلهم بانفسهم عند البحث عن شريك مناسب واب الاطفال يأخذون فيه الاعتبار ايضا الوضع الاقتصادي للرجل بمجرد اتخاذ قرار بشأن خاص بشأن شخص ما لا شيء يمكن ان يمنعهم النساء المولودات تحت علامة برج العزراء هم شركاء مفيدون يعرفون دائما كيفية التعامل مع كل شيء وقدرون على ادارة حياتهم المهنية والاسرية وليسوا متقلبين ويمكنهم الحفاظ على سحرهم الانوثي او الانثوي لفترة طويلة حتى ثن الشيخوخة ان الرجل الذي يسمح لنفسهم باغراء مثل هذه المرأة عليه فقط ان يعتاد على ثرثاراتها وميلها الى انتقاد الاخرين وتشريحهم يفهم برج العزراء بشكل يفهم برج العزراء بشكل افضل بالشراكة مع اولئك الذين ولدوا تحت علامة يعني الابراج اللي تنفع مع البرج ده تحت علامة برج الحمل او الثور او الجوزاء او السرطان او العقرب او القوث او الحوت بالنسبة للعمل العمل التجارية مع الاشخاص المولدين تحت علامات الحمل الثور الجوزاء الاسد العزراء القوس الدلو والحوت وايضا جزء من الجسم البنكرياس والطحال والاعصاب والامعاء الغليظة والدقيقة بالنسبة للاحجار والاحجار الكريمة الياقوت الازرق التوباز الازرق عين النمر اللازورد الزبرجد الجمشت سيميثونيت العقيق حجر القمر وبالنسبة للالوان الاصفر والرمادي والازرق بالنسبة للرائحة البرتقال هو رائحة الحمضيات الرقيقة التي تنقي العقل وتزيل الافكار السلبية بهذه الطريقة تتضح اشياء كثيرة ويمكن للمرأة ان يتصرف بحكمة بالنسبة لبطاقة الترو الناسك تشير هذه البطاقة الى الانفصال والدراسة والتأمل بالنسبة للمهنة المناسبة لبرج العزراء موليد برج العزراء ينجحون فيها الأعمال التي تتطلب الدقة انهم ماهرون يدويا اشير الكوكب الحاكم عطارد الى القدرة على التواصل والقدرات الفكرية القوية بينهم الأعمال الى النحو التالي صانع سعاد صائغ حرفي طبيب جراح مسعف صيدلي ممرض عامل اخصائي كاهن محلل باحث سوق محاسب احصائي مستشار ضرائب بستاني مدرس يوجا مدلك مساعد شخصي مدقق لغوي محرر ناقد أدبي معلق صاحب مكتبة اخصائي ارصاد جوية اخصائي اجتماعي معالج او معالجة بالعشاب شغال برضو في منجم مقدم رعاية في دار رعاية المسنين مربي شباب في المنزل مربية اطفال مزارع خبير تجميل مصفف شعر اخصائي تجميل الازافر البادي كير طبيب بيطري عامل في حضيقة الحيوان رجل اعمال في صناعة المواد الغذائية وكيل عقارات خبير اقتصادي سكرتير موظف استقبال تاجر تحف معالج تيجانسي مكان المناسب للعيش للعيش فيه او لو في عطلة هيطلع عطلة برضو البرازيل جزر الهند الغربية العراق كرينيسيا سيليزيا السوفلة سويسرا بازل الولايات المتحدة الامريكية فرنسا باريس ماليزيا تايلاند الهدية المناسبة لمولود برج العزراء ستجعل مولود برج العزراء سعداء بهدية عملية للمكتب او المنزل يهتم برج العزراء باسلوب حياة صحي اختر قسيمة هدية لمستحضرات التجميل او التدليك اشتري لهم عدوية نيادي اللي هي أقل بدنية واشترك في مجلة عن الصحة او السكن امنحهم مستحضرات تجميل طبيعية او ميزانيا او آلة تدليك اذا كنت ترغب في منحهم الجواهر فاختر شيئا متواضعا من العطور ايضا اختاري الرواح المنعشة وغير المزعجة يمكنك ايضا اسعدهم بالكتب المتعلقة بالصحة او المطبخ او كتابات الاعمال اليدوية متنوعة ان مولود برج العزراء ماهرون وسيكون الرجل الرجال ايضا راضيين عن مجموعة متنوعة من الادوات كيفية الحصول على برج العزراء دلوقتي هنتكلم ازاي نحصل على برج العزراء او ازاي تحصلي على برج العزراء سواء رجل او ست اذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع شيء ما او اذا كنت تفتقد بعض المعلومات تصل بشخص ولد تحت علامة برج العزراء يحبون مساعدات الاخرين عبر عن نفسك نحويا نحويا بشكل صحيح ارتدي ملابس نظيفة ويرتدي ملابس مناسبة للموقف حاول تغيير الموضوع يتمتع مولود برج العزراء بقدرة كبيرة على التفكير المنطقي لن تكتفي بحجمهم اطلب منهم النصيحة موليد برج العزراء عبر عن نفسك نحويا بشكل صحيح وبدون ابتزال اذا ارسرت رسالة نصية او بريدا الكترونيا فتأكد من عدم موجود اخطاء ارتدي ملابس نظيفة وارتدي ملابس مناسبة للموقف اذا دخلت فيه جدال حاول تغيير الموضوع يتمتع مولود برج العزراء بقدرة كبيرة على التفكير المنطقي لن تكتفي بحجاجهم يعني بيتحججوا كتير لن بفكروا كتير بعمق اطلب منهم نصيحة مولود برج العزراء يحبون التدريس اخبرهم باخر شائعات الشركة لا تدعهم يعرفون انهم مملون على العكس من ذلك امتدح كل محاولة للمزاح للهزار يعني برج العزراء من نسبة للوالدين انه احد الوالدين الداعمين يخطط بعناية لمستقبل الطفل قبل كل شيء يهتم بالتعليم الجيد لديه توقعات عالية اذا لم يفي الطفل بافكاره فيمكن ان يكون حاسما للغاية يجب ان يتعلم احد الوالدين من برج العزراء الاعتذار اذا ارتكب خطأ الاطفال الذين يولدون تحت العلامة تحت العلامات النارية والهوائية قد يواجهون مشكلة في مثل هذه تنشئة برج العزراء بالنسبة للطفل الاطفال طفل المولود تحت برج العزراء يكون لطيفا ومطيعا يمكنها او يمكنه التعامل مع المدرسة دون اي مشاكل لانها زكية لانه زكي ومنضبط ومنظم فقط يحتاج الى نظام او جدول او نظام منظم يحب ان يكون هناك حاجة اليه دعه يساعد في اعمال المنزل وفي الحديقة يميل الى ان يكون ماهرا يدويا انه خجول او خجولة وتحتاج الى او يحتاج الى الكثير من التشجيع والدعم العاطفي برج العزراء طفل الطفل المولود تحت برج العزراء يكون لطيفا ومطيعا يمكنها او يمكنه التعامل في المدرسة دون اي مشكلة لانه زكي ومنضبط ومنظم فقط يريد الى برامج نظامي يحب ان دايما يحس ان هو ليه ايمة ان انت محتاج له دعه يساعدك خليه ساعدك في البيت ويساعدك في البيت وفي الحديقة يميل ان يكون ماهرا يدويا انه خجول ويحتاج الى الكثير من التشجيع والمودة العاطفية علمه الا يخاف من الاشياء الجديدة وان يخاطر يمكن ان تساعده الاهتمامات الابداعية في التعبير عن مشاعره وكده احنا خلصنا برج العزراء واتمنى يكون طريقتي فهمتكم كل شيء وان انا عارفت اوصلوكم ان انا عايز اوصلوه بطريقة بسيطة على قد ما قدرت شكرا لكم وانتظرونا في الفيديو الاخر من قناتكم أحنا برج العزراء اشتركوا في القناة